الشأن الروسي أيضا في منشط له دور هنا مفاوضات التسوية السورية حيث قالت وكالة روسيا اليوم بوتين يبحث مع نازار بايف التسوية للأزمة السورية الكلمة أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظره الكازاخستاني نور سلطان نازار بايف بحث فيه التسوية في سوريا نتائج مباحثات أستانا وأعلن المكتب الرئاسي الكازاخاي أن الرئيسين الروسي والكازاخاي نقش تسوية سورية في اتصال هاتفي وتبادل الزعيمان أتائج جولة المباحثات بشأن هذا الملف المتأزم والتي عقدت في يوم 14-15 مارس في أستانا يذكر أن جولة جديدة من مفاوضات أستانا سوف تعقد بعنوان أستانا 3 والتي عقدت في أول جولاتها في الشهر الحالي في العاصمة الكازاخستية أستانا حول محاولة لتسوية الأزمة السورية بحضور وفود الدول فيما يسمى الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران ولكن أيضا في ظل الغياب وفضل معارضة سوريا المسلحة الذي يغيب دائما في مثل هذه الأمور السياسية وانتهت بإعلان الدول الضامنة تمسكها بالتسوية السياسية في سوريا وأكدت أيضا على محاولة لوجود مفاوضات أكثر سلاسة في جولة أستانا 3 لاستمرار عملية جينيف التي بدأت بجينيف 1 إشار إلى أن هناك مباحثات كانت مقررة بشأن سوريا سوف تعقد يوم 3 و 4 مايو القادم في عاصمة كازاخستان أستان أيضا ترجمة نانسي قنقر